قد تتخيل حضرتك أن جائحة فيروس كورونا كانت هي القضية العالمية الأكثر تأثيرا على صحة الإنسان بس ده مش حقيقي القضية الأشد خطورة على صحة الإنسان على هذا الكوكب هي التغيرات المناخية برضو وهي موجات الحر القياسية برضو وده لأن الإنسان وصحته مرتبطين ارتباطه وثيق جدا بصحة البيئة اللي هو عايش فيها وسألة متى هوضح لحضرتك كلام ده بالتفصيل أول حاجة فيه أمراض كثيرة مرتبطة بالتغيرات المناخية بيسموها الأمراض الحساسة للمناخ وهي جميع الأمراض المنقولة كل المعدي ملاريا حمال الدنك غيرها من الأمراض التي تصيب الإنسان عن طريق نواقل الأمراض زي البعوض مثلا لبيحصل أن التغيرات المناخية تتسبب في تغيير البيئة الطبعية وأماكن انتشار هذه النواقل مثال حصلت فيضانات في أماكن لم تكن تحدث فيها الفيضانات فبقى فيه مساحة من الميارة كده تتكاثر عليها إرقاط هذا البعوض أو حريات هذا البعوض وبالتالي بقى فيه هذا النقل موجود بالتالي هذا المرض بقى موجود وما كانش موجود في هذا المكان هذه البعوضة المحملة بالأمراض تنتقل إلى مناطق ودول أخرى غير مصابة ومش بس البعوضة اللي بينقل الأمراض فيه أحيان كثيرة الميا الملوثة كمان بتكون نقلة للأمراض في حد ذاتها الخطورة هنا هتكون عند الدول اللي بيحصل فيها فيضانات وسيول كثيرة ممكن بها هذه الفيضانات الملوثة تنقل عدوى الكوليرا وتسبب خسائر كبيرة في الأرواح خصوصا في الأطفال الأمراض التانية المتعلقة بتغييرات المناخ هي أمراض كلنا نعرفها الأمراض التنفسية أمراض القلب لأن تغيير المناخ بينتج عنه تغيير في جودة الهواء وزيادة الملوثات وده بالتأكيد يؤثر بشكل سلبي على الجهاز التنفسي للإنسان والكائنات الحية بشكل عام هتلاقي انتشار أمراض زي الربو وزي الحساسية ضيف على ده كمان الأمراض المرتبطة بالإجهاد الحراري ضربات الشمس مثلا اللي بتحصل نتيجة للتعرض المباشر لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة والطراب نسب الأملح في الدم ده ممكن يؤدي إلى الوفاء الفورية إذا لم يتم التعامل معه بشكل طارق خصوصا عند الفئات الأخطر عرضة للخطر زي المسنين مثلا زي الأطفال ده غير أمراض الصحة النفسية لأنه فيه ده ممكن تطبقه علينا حالا يعني دراسات كثيرة أثبتت أنه درجات الحرارة المرتفعة درجات الحرارة برضو شديدة انخفاض وما يصاحبهم من تغير في جورة الهواء بيكون لهم تأثير سلبي على الصحة النفسية للأفراد وبالتالي التأثير على جميع جوانب حياتهم سواء على المستوى الشخصي أو الاجتماعي أو في بيئة العمل بين قسين محدش طيق نفسه ده غير أنها بتقلل من قدرتهم على الإنتاج خاصة بالنسبة للناس لطبيعة عملهم مرتبطة بوجودهم لفترات طويلة في الشارع من ضل الأمراض كمان الحروق والإصابات أنه ارتفاع درجات الحرارة ينتج عنه اللي احنا بنشوفه دلوقتي من الاتساع للنطاق الجغرافي اللي بيحصل فيه حرائق الغابات وبالتالي تصاحبه إصابات وخسائر في الأرواح والمنشآت وتسمم نتيجة الأبخرة والأدخنة النتيجة عن هذه الحرائق وبالتالي احنا أمام قائمة طويلة عريضة من الأمراض التي تنتج عن التغيرات المناخية لدرجة أن منظمة الصحة العالمية قالت أن تغير المناخ هو أكبر تهديد للصحة يواجه البشرية وقالت بشكل مباشر أنه لا أحد يسلم من هذه المخاطر وللأسف أول الأشخاص اللي بتتضرر صحتهم على نحو أسوأ نتيجة للأزمة المناخية هم الناس الأقل إسهاما في أسبابها وأولئك الأقل قدرة على حماية أنفسهم وحماية أسرهم من هذه الأضرار وهما سكان الدول والمجتمعات منخفضة الداخل ده غير أنه أزمة المناخ تهدد بنسفة تقدم التي حدثت في آخر 50 سنة في مجال الصحة العالمية وهتزود من فتورة الإنفاق على الصحة عالميا بقيمة 4 مليار دولار في 20-23 فقط للتعامل مع الحالات الصحية النتيجة عن تغير المناخ الموضوع أكبر من أن نتعامل معه باستخفاف أو استهانة أكبر من قال لا نراه وكلنا لينا فيه أدوار الحلول مش سر بالعكس دي حلول كل الناس تقدر تشارك فيها كل الناس لازم تشارك فيها أهوانها وأبسطها أنك لا تشارك في مزيد من التدمير للبيئة خليك أنت إنسان خفيف على الوجود وإسر الشر عن العالم اللي أنت عايش فيه واللي أولادك وأحفادك ممكن يعيشوا فيه أهوانها وأبسطها أنك تتعامل مع الموارد المتاحة لنا بتعقل حقك تستهلك أنت حر محدش منعك بس بالعقل لأن المتاح لو كف الاستهلاك مش هيكف الافترة أهوانها أنك تبقى على الأقل على الأقل عارف الموقف وفاهم اللي بيحصل وفاهم نتائجه وده اللي بتمنى أني أبقى ساهمت فيه في هذه الحلقة بشكر حضرتكو وإلى لقاء يتجدد إن شاء الله في الأسبوع القادم وحلقة جديدة نتمنى أن تكون ألطف من برنامج بالمنطق هنا القاهرة هنا عاصمة الخبر